ولكن بإحساس الزميل وبإحساس الحقيقة الجدعان أبوس هي هي بالزبط بالزبط ده هي هي بالزبط هنا دي اللي أنا بتكلم عليها يا بلال نربط بقى أليو ديونج هنا بالعمل وأليو ديونج في مباراة المقصة وفي مباراة اليوم تقريبا نفس اللعبة لكن دي يعني الكرة متدرجة من وراء الأدام بوس أولا ستارت حلوة استمقى وبصراحة يعني إنك تستلم الكرة عشان تباصي دي دي برضو عايز ألعيب عنده إمكانيات وقدراتها يعني هو بستلم الكرة عشان يبصيها مش بستلم الكرة عشان يبتدي يدور ويفكر أنا بستلم عشان عندي هدف عندي هدف بشتغل عليه إن أنا عايز أستلم الكرة عشان أبصيها عشان عمل ثرو باس ما بستلمش الكرة عشان حطها تحت رجلي وأبتدي بعد كده أفكر ده بالنسبة لأل يوم بالنسبة لما جدي أفشا زي ما انت قلت حاجة مهمة جدا مهمة جدا تحس بزميلك في الملعب تحس تقدين يعني هدي محبة هذا دي الألف خد بالك هو عنده الأسهل جيرالد بالنسبة لأسهل هو بيدور على مروان هو بيدور على مروان هو مختار اللي محتاج الجن أكثر بالضبط يا كابتن هو بيدور على مروان جيرالدو كان لواحده خالص إنما مروان مع اثنين كان نفسي يساعد مروان في الكرة اللي جات له منه لجول اللي أطحها راحته سيارة راح له على فكرة أشا هنجبها نتكلم عنه هنجبها نتكلم في دي لأن دي وجهة نظري اللي ده الفارق اللي ده الأهلي دلاتة المطش حب وأي حد ته حب في اللعبة دلاتة السيزون دلاتة المطش بزداد صحيح من وجهة نظر الشخصية أنا بيدور على العيب بيدور على زميلي عايز أفوقه طبعا في موصدي هدي تفرق كتير جدا ده الإحساس الرائع لما بين اللعبة وزي ما نبص لأسلام هنا الاستلام زي ما يقول لك لستلام عشان واحد اللي عايز يبص الكرة بص النحية دي بقى هو بيدور بص هو بيدور عليه فهم هو بيدور على مروان هو بص خد بالك أسلام في اللقطة دي بص آفيا بس خلاص كده آفيا بس أنا عايز دي بص ده كان جرالبو بس خلاص بس بس آفيا آفيا سامير بص أسلام هو مش عايز يجيب جول هو مش بيدور شون يجيب جول ده بص يا كابتن أنا ما نقول لك هو ما بيدورش انه يجيب جول يا اللقطة دي يا بلال فهم لي يا سلام يرجع سلنا وراء سامير أيوة أول ما يبص أول ما يبص بس هنا أوقف بسا يعني اللقطة دي يا بلال زي ما انت بتقول بالزبط هو دور على مروان بزبط دور على مروان خد القرار انه مش هيجيب جول بالزبط هو ما بيبصش على الجول يا سلام أنا الطبيعي في الحتة دي أنا يعني خلاص أنا أنا منفراد كامل حلس المرمى قدامي الطبيعي رقم واحد بالنسبالي أدورت زي هيجيب جول لو اتقفلت أدور على الحتة التالية بص المين صح إنما هو واغذ القرار دي مش أول مرة يبص على مروان لو رجعت لو رجعت أسامير بالكادر اللي وراء هتلاقيه هو بص مرة واستناه هو هدى نفسه بص الأولانية خلاص دي الأولانية دي أول بص الأولانية هاي هي دي بعد كده كمل وبص التاني استنا بقى يرجع هو هدى بالزبط هدى هدى على الكرة ويفعليها ابتدى يبص المروان هو دي عارف الروح الروح الاتكسبك بطولة هو ده الفرق دائما ما بين النادي الآلي تعالي يا سامير نروح للمؤتمر الصحفي